كاففان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة وليد كيبير إعلامي جزائري رئيس الجمعية المغربية للسلام والتعاون والتنمية التنزلات التي تفاجأتنا بها الأمس التي لم أكن أتوقعها أنا شخصيا بخصوص القمة العربية راحتنا أن النظام الحاكم في الجزائر كان كان مصرا على بعض النقاط لكن من خلال ما نحضناه في الاجتماع الوزاري بالقاهرة أمس لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية تبين على أن النظام أصبح ينظر إلى القمة العربية لأنها أمر مصري يجب أن يتنازل أقصى ما يمكن حتى يتمكن من عقدها أول التنزلات التي لاحظتها من خلال تطورات الأحداث في الساعات الأخيرة هو القرار الذي جاء في إطار عبارة عن مصرحية بين وزارتين الخارجية في نظام دمشق ونظام الحاكم في الجزائر قالت عبرها وزارة الخارجية السورية أنها لن تشارك أو لن تكون سبب في ازدياد تخليف التعميق الخلافات ما بين الدول الدول العربية وأنها فضلت أنه لا يتم مناقشة عضوية سوريا بقمة الجزائر المقبلة وهذا لكن في حقيقة الأمر هو أنه رفضت الدول العربية عودت نظام بشار الأسد إلى شغل مقعة سوريا بجمعات الدول العربية وهذه انتكاسة لدائمي هذا النظام الذي ارتكب جرائم في حق شعب السوري النقطة الثانية التي يمكن أن ننظر إليها هو ما انبثق عن اجتماع اللجنة الوزرية العربية الخاصة بتدخل ضد الإجراءات أو السياسات الإسرائيلية في القدس المحتلة رأينا كيف والتي تضم في عضويتها الجزائر النظام الحاكم في الجزائر الذي كان وجه انتقادات لادي على لجنة القدس ورئيسها الملك محمد السادس البارحة أثناء هذا الاجتماع لم يتكلم العمامرة وتمت الإشادة بالدور جلالة الملك محمد السادس كرئيس للجنة القدس وهذا يؤكد أن النظام الحاكم قدم التنازل الثاني للعرب قصد عقد القمة المرتقبة في الجزائر ثالث التنازلات التي رأيناها هو قبول النظام الحاكم في الجزائر توجيه الدعوة الرسمية لجلالة الملك لحضور القمة العربية وهو النظام الذي دخل في خلافات في المدة الأخيرة خصوصا مع السعودية واشترط أن يكون تمتيل المغرب عبر وزير الخارجية لكنه في آخر المطاف انصاع لشروط العرب وقبل توجيه الدعوة وسيتم تكليف وزير العدل عبد الرشيد الطبي لتسليم رسالة الدعوة إلى المغرب